موسيقى هدنة خلال عيد الأطحى قد تفشل فتزيد المشهد السورية قتامة وقد تنجح فتعطي فرصة لمزيد من الحوار بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أطول وبشكل أكثر فعالية كما يأمل الإبراهيمي مجلس الأمن دع الأطراف جميعهم إلى الاستجابة لمبادرة المبعوث الأممي واشنطن متشائمة موسكو إلى حد ما متفائلة أو حذرة الإبراهيمي قال إن الحكومة السورية أعطته موافقتها على الهدنة لكن البيان الصادر عن الجيش السوري احتفظ لنفسه بحق الرد في مواقف معينة كثير من فصائل المعارضة أعربت عن تأييدها للخطة لكنها شككت بالتزام نظام بشار الأسد بها الرئاسة السورية قالت سابقا إن أي عملية سياسية يجب أن تتضمن التزام الدول المتورطة بوقف دعم وتسليح من وصفتهم بالإرهابيين في المقابل تقارير عديدة كشفت عن حصول المعارضة السورية على أسلحة من دول مختلفة من بينها قضائف ستينجر الأمريكية الصنع المشهد السوري وتعقيداته موضوع حلقة اليوم من برنامج أجندة مفتوحة التي أصحبكم فيها أنا فدا بسيل أرحب بضيوفي من دمشق المحلل السياسي شادي أحمد ومن القاهرة العزب الطيب الطاهر محرر الشؤون العربية في جريدة الأهرام كما أرحب بضيوفي في الستوديو ممتاز سليمان عضو اللجنة الإعلامية في الاتلاف الوطني لدعم الثورة السورية وأيضا الدكتور يازن عبدالله الناشط السياسي السوري المقيم في لندن وسينضم إلينا ضيوف آخر في ثانيا الحلقة ولكن قبل أن نبدأ الحوار نتابع معا هذا المقطع الذي يعكسه جانبا من مواقف الأطراف المختلفة من مسألة الهدنة في سوريا في موافقة من الحكومة السورية على وقف اطلاق النار أثناء ترسل في العيد وأعتقد أنه سيصدر عنهم بيان إما اليوم أو غدا بذلك تحتفظ قواتنا المسلحة بحق الرد على أولا استمرار الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار على المدنيين والقوات الحكومية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة ثانيا قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بتعزيز مواقعها التي توجد فيها مع بدء سريان هذا الإعلان أو الحصول على الإمداد بالعناصر والذخيرة ثالثا تسهيل دول الجوار تمرير الإرهابيين عبر حدودها إلى سوريا انتهاكا لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر وافقوا على احتمال أن يكون وقف أطلاق النار في سوريا خلال أيام عيد الأضحى أول خطوة نحو وقف أطول للعنف في سوريا نأمل أن تسلك جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة في الصراع ذات السلوك حيال المبادرة إعلانا وتنفيذا أما من أبدى توجها سلبيا فإني أدعو من له نفوذ ويمد هؤلاء المعارضين بالسلاح ويشجعهم سياسيا أن يقنعهم أن الوقت قدحان لتغيير توجهاتهم نحن مهتمون كالجميع بالوضع في سوريا ونحن وافقون أن الأزمة لن يكون لها سوى حل سياسي كلما توقف العنف مبكرا وبدأ الحوار بدون شروط مسبقة كلما ازداد الأمل لدينا في حل الأزمة بأقل الخسائر وأمل أن تنجح الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى سوى حل الأزمة بأقل الخلال سوى حل الأزمة بأقل الخلال لديك عدد أرى مثلاً المجلس العسكري موافق على وقف إطلاق النار أخرى الكتائب غير موافق على إطلاق النار لذلك لا تأخذ رأي من أحد بعدما يأخذ رأيه أتواجه إليك سيد شادي أحمد لماذا وافقت سوريا على الهدنة؟ من وراء ذلك؟ أي دولة أقنعتها بذلك؟ خصوصاً بأن الرئيس السوري بشار الأسد اشترط سابقاً وقف الإرهاب كيف تطور الموقف السوري؟ الحقيقة هذا الأمر ليس تغيراً أو تطوراً بالموقف السوري هو سياسة كانت تتخذها الحكومة السورية منذ بداية الأزمة تنطلق من المحاور الثلاثة التي ذكرناها سابقاً على شاشتكم الكريمة الإصلاح مسار أول مقاومة الإرهاب مسار ثاني والتعاطي بإيجابية مع المبادرات الدولية بما يمس السيادة السورية بالمنحة الأخير جاءت موافقة سوريا على مبادرة الأخذ الإبراهيمي بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة وكانت موافقة السورية مشروطة بما لمس السيادة السورية بالاعتبارات الثلاثة التي ذكرتموها قبل قليل من خلال تقريركم إذن الأمر ليس أرضاء لدولة ما مع أن هناك من لمح بأن موسكو قد ضغطت على الحكومة السورية باتجاه ذلك أعتقد أن الأمر سيادي سوري وأن كان هناك تشاورات دائماً ومستمرة مع الأطراف الدولية التي طبعاً تقف مع الجانب السوري بهذا الأمر وبالتالي يمكن تعاطي معه بإيجابية ضمن المحافل الدولية صيما أن هناك جلس المجلس الأمن بهذا الشأن سيد ممتاز سليمان كيف تنظرون إلى موافقة دمشق على هذه الهدنة بالشروط التي استمعنا إليها في بداية هذه الحلقة طبعاً فقط عندما يتحدث الناطق باسم مزار الدفاع أو الجيش السوري ويقول الإرهابيون لفظ كلمة إرهاب وإطلاقها على الشعب السوري هذا يعني أن النظام لم ولن يلتزم بهذه الهدنة أو لا نستطيع أن نقول هدنة لأنها هي وقف الإطلاق نار فقط للمدة ثلاثة أيام فلا أظن أن الجيش السوري التابع للنظام سوف يلتزم لأن من السهل جداً إرسال أي شخص لإطلاق النار على أي حاجة سوري ومثل ما يكون هذا هذه حجة طبيعية يقولون إطلاق نار قد جاء من الطرف الآخر ولكن سيد ممتاز هذه الشروط التي وضعها النظام السوري يقابلها شروط مماثلة من جانب المعارضة السورية أيضاً نعم هذه المشكلة لا توجد أساساً بنية أو لا توجد اتفاقية لا يوجد شيء لا يوجد حتى التحاور بين الطرفين هناك طرفين متحاربين لا يستطيع نظام السوري أن يوصف شعب السوري معظم الشعب السوري بالإرهابيين اليوم يوجد هناك منشقون من الجيش هناك جيش سوري الحر هناك مناطق محررة بيد هؤلاء هناك قصف متواصل من الطيران الحربي السوري هناك معتقلون من الطرفين إن كان أسرى عند جيش الحر أو كان معتقلين عند أجهزة الأمن إذن لا يستطيع النظام السوري أن يصف الحالة بأنها حالة إرهابية أو عصابات مسلحة أو مشابه ذلك هناك واقع موجود هناك حالة حرب في سوريا طبعاً سببه هو النظام السوري إذن على ما أظن أنا أشك أن تصمد هذه النقطة دكتور يازن استمعنا إلى السيد ممتاز وهو يتحدث عن الشروط التي اقترنت بها هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار هناك من يرى أن هذه الشروط شروط تعجيزية وكأنها تنصف أساساً وقف إطلاق النار يعني هي الحكومة السورية وضعت شروط من حقها بتصوري أن تكون شروط قاسية في النهاية هي حكومة تفاوض مجموعة تدعي بأنهم متمردون وبينهم الكثير منهم هم جهاديون والآن الإعلام العالمي يعني نعرف أن الإعلام العالمي هناك الكثير من التقارير أن هناك جهاديين وأرهابيين إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا من الأساس وفقت الحكومة على وقف إطلاق النار لماذا تقول الحكومة بأنها تريد حوار إذا كان كل هؤلاء يصفون أو يسمون بأنهم إرهابيون ليس كلهم هلأ المسلحون على الأرض هم يعني يقومون بأعمال إن كانوا من الداخل السورية إن كانوا سوريين أو من خارج سوريا فهو عمل مسلح وهذا لا يمثل جميع الشعب السورية الشعب السوري الذي يتظاهر هو شعب يطالب بالمطالب المحقة الآن لماذا الحكومة السورية توافق على الهدن من حيث المبدأ هي من مصلحتها إبداء حسن النية يعني هذه المناسبة الدينية ومهمة للشعب ثانيا يعني إذا بتشوفي من يومين الرئيس الأسد أصدر عفو عام وهذه هي نوع من أظهار القوة والتحكم حاليا يعني هو نوع من أظهار أنه نحن متحكمون بالوضع يعني منذ أيام وزير الدفاع كان يتحدث عن أن الانتصار سيكون قريب في سوريا يعني ما يعني بأن النظام كان يعتبر نفسه بأنه منتصر على كل الأحوال لماذا اليوم يوافق من جديد على هدن مفهوم الانتصار ومفهوم نسبي الانتصار في الحرب على الأرض من الصعب للمتمردين أن ينتصروا أما الانتصار الحقيقي هو ربح السلم فربح الحرب غير ربح السلم الأمر المهم جدا في موضوع الهدن بالنسبة للحكومة السورية يريدون أن يتأكدوا بأنها لن تكون هي فرصة على سبيل المثال للمسلحين لاستعادة مواقعهم استعادة الدعم التقدم يعني اليوم نرى تقارير قوية جدا في جميع وسائل الإعلام العالمية أن المتمردين الآن يسيطروا على مناطق في حلب يعني حتى اللحظة هم يتقدمون ويتقدمون ويسيطرون على مواقع جديدة تسمى كما قال ضيفكم مواقع محررة بالنسبة للحكومة السورية هذا هو موضوع سيادي تماما يعني لا يقبلون أن يعطوا فرصة هي استراحة محارب للمتمردين كي يستعيدوا أنفاسهم وبعدها أربعة أيام بالنسبة للحكومة السورية هم أربعة أيام من الهدن لن تفيدهم جدا ما تفيد الحكومة السورية هي حالة سلام أو حالة وقف للعنف وقف التسليح ومن بعدها للالتفات الحالة الاقتصادية حالة التهجير حال الوضع الصحي الوضع الغزائي المتردي والالتفات إلى الوضع الدولي سيد عزب الطيب الطاهر يعني ماذا تعني هدنة عيد الأطحى هدنة تنتهي بعد أربعة أيام ومن يراقب هذه الهدنة هل هناك رؤية واضحة لدى الجامعة العربية حول ذلك ربما تعبير الدكتور بنبيد العربي في تصريحات أمس الصحفيين قال لا ضمانات هذه العبارة تجيب عن سؤالك وتؤكد أن المسألة هلامية وضبابية بالفعل خاصة في ظل غياب وجود مراقبين من أي مستوى سوى عربا أو أجانب أو حتى مراقبين من أطراف إقليمية ومنها تكمن الخطورة في هذه الهدنة أنها هدنة أولا مشروطة كل طرف خاصة الجانب الحكومي وضع مجموعة من الشروط وصفها أحد يوفك بالتعجزية وبالفعل هي شروط تعجزية وبالإمكان اختراقها بشكل أو بآخر ومن ثم يمكن للنظام وقوات الحكومة أن تبتدع أي فعل حتى لو صغير لتخترق هذه الهدنة فيما يتعلق بالصوار بالفعل ليس كل الصوار أو كل الكتاب أو كل المعارضين يوافقون على هذه الهدنة ولكن الجهات المسيطرة على الأرض المجلس العسكري وكتاب الجيش الحر أعلانت موافقتها أيضا بشروط ومن ثم هذه الهدنة ملتبسة ولا تنطوفي داخلها على إمكانية تمددها واستمرارها وإن كان المرء يأمل في أن تحرس هذه الهدنة حتى يستطيع الشعب السوري أن ينام خلال أيام العيد ويشعر بقدر من البهجة المحدودة على الأقل خلال هذه المناسبة الطيبة دعني أسمع رأي سيد شادي أحمد بما ذكرت سيد عزب الطيب يعني مجموعة من الشروط تعجزية ممكن اختراقها ممكن أن يتذرع النظام ويقوم بأي عمل ويقول بأن هذا العمل من فعل المعارضة لكي يتنصل من هذه الهدنة وكذلك بالعكس يمكن أن تقوم تلك الجماعات المسلحة بأي عمل تقول هذا من شأنه إخلال الجيش العربي السوري باتفاق الهدنة كما فعلوا بالأمس بمدينة دومة عندما قاموا بارتكاب مجزرة قبيلة جلسة مجلس الأمن ليدعوا بأن الجيش العربي السوري الذي قام بها على رغم أن تلك المنطقة لا يوجد فيها أي حضور للجيش إذن خلاصة ما ذكره سيد شادي أحمد ولكن التقاريز تحدث عن ارتفاع منسوب القصف وإطلاق الصواريخ على المناطق السورية المختلفة حتى منذ أيام كان يتم الحديث عن الهدنة وفي نفس الوقت وصق أكثر من 848 قصف لمواقع مختلفة في أرجاء سوريا وفي الهدنة السابقة عندما جاء فريق المراقبين وثقنا 10800 خرق وقدمناها أيضا لمجلس الأمن قدمها سيد بشار الجعفري إذن مجال التقارير الإعلامية مختلف تماما عما مجال يسري بأرض الواقع إذن خلاصة ما ذكره قبل القليل هذا الأمر ليس هدنة باعتقادي أن المصطلح الأصح والأفضل لهذا الموضوع هو التهادن إذن هي عملية مؤقتة وقال الجيش العربي السوري بأنه سوف يستأنف عملياته ضد المستلحين في نهاية يوم الأثنين القادم وهذا الأمر واضح بمعنى أن هذا الالتزام الذي قدمته حكومة الجمهورية السورية هو التزام أخلاقي مبدئي بمناسبة عيد الأطحى لمناسبة دينية يجلها جميع المسلمين وجميع السوريين من ناحية الأخرى فقط لأفهم منك فقط لأستوضح منك هناك تناقض فيما يقال تقول سيد شادي بأن هذه مجرد وقف لإطلاق النار لإبداء حسن نواية النظام السوري على الرغم أنك في بداية الكلام ذكرت بأن الهدنة هي مصلحة للنظام السوري وهذا ما قاله بالتحديد السيد جهاد المقدسي على شاشة البي بي سي لكي يستطيع النظام السوري أن يتحرك على المسارات الأخرى وهي المسارات السياسية إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك يا سيد شادي لا يجد تناقض بهذا الكلام إطلاقا يعني أرجو يمكنك أن تسألي سؤالك كيفما تشاءين ولكن أريد أن أجيب كما أشاء أيضا لا يجد تناقض في هذا الكلام بأكثر قدر ممكن وأكبر قدر ممكن من الاختصار لجميع الضيوف لكي نسمح لأكثر قدر منكم بأن يعبر عن أراهو بالسوري تكرم عينك ولكن أيضا المذيعة تأخذ أكثر مننا نعم المذيعة تأخذ أكثر مني كمان هذا أمر غريب أريد أن أقول مسألة أن هذه الهدنة كان سياسة الجيش العرب السوريبين وزارة دفاع واضحة أننا سوف نعطي هدنة في هذه الأيام هذه الهدنة طبعا نحن تعلمنا من الهدنات السابقة هدنتين عندما أعاد المسلحين تمركز قواتهم عندما استطاعوا أن يسربوا مجموعة من الأسلحة والمسلحين والمال إلى المناطق وكان لنا تجربة مريرة وأعتقد أن السيد الآن الذي تكلم عن الجامعة العربية هو يعرف تماما عندما جاء فريق الداب إلى سوريا ورفع تقريرا واضحا ماذا حصل في الهدنة الأولى وكان هناك موقف مخجل للجامعة العربية بأنها قد تغادت عن تقرير الداب وتغادت من اخترق الهدنة وكان موقفها مريبا لذلك نحن عندما نستقبل إبراهيم نستقبل مبعوث دولي وليس مبعوث عربي إذن هذه الهدنة أو هذا التهاد وهو عبارة عن إجراء هذا الإجراء قامت الآن قبلت به الحكومة السورية لأجل توفير هذه الحالة من الأمان ولأجل إظهار من هو فعل الذي يقوم بخرق هذه الهدنة لجل إظهار من هم المسلحون الذين يرتكبون تلك البجازر والفضائع في سوريا وبالتالي يمكن نحن أن نقول بأن الجيش ما زال ملتزما التزاما قانونيا ودستوريا بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وبذات الوقت هو لا يمكن إطلاقا أن يضع أي تسرب عن طريق الحدود يمروا إليه سيد ممتاز السيد الإبراهيمي قال بأن معظم فصائل المعارضة أعربت عن استعدادها للتجاوب مع الهدنة ماذا عن الفصائل التي رفضت هذه الهدنة هل المعارضة اليوم قادرة على فرض الهدنة على جميع الأطراف في سوريا لسيما المعارضة منها نعم يستطيع المجلس العسكري فرض الهدنة إذا كان فعلا تسمى هدنة أو حتى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أو أربعة أيام لكن المشكلة هي كيف يستطيع جبهة النصرة سيد ممتاز جبهة النصرة تقوم بعمليات انتحارية بتفجير سيارات تتبناها هل قادرة المعارضة اليوم على فرض ذلك تعلن مسؤوليتها عندما أنا أخرج وأعلن مسؤوليتي باسم جبهة النصرة وهل هذا يؤكد فعلا أن هؤلاء هم الذين قاموا بعمليات انتحارية إذن النظام يستطيع أن يستخدم نفس الحجة عندما المخابرات السورية تقوم بجلب بعض الإرهابيين من العراق وإدخالهم بأي شكل من الأشكال في شوارع دمشق وإفتعال تفجيرات هل هذا يعني أن فعلا الجيش السوري الحر هو مسؤول أو أن أجهد هناك مجلس عسكري في الجيش السوري الحر هناك قيادة لهذا الجيش يستطيعون التحكم بهذه الكتائب على الأرض عندما أقول لك عندما يكون أو تكون هناك ثقة متبادلة ما بين النظام السوري وبين هؤلاء الكتائب المقاتلة لأن الضيوف يستعملهم إرهابيين أنا أقول كتائب مقاتلة وأقول ثوار وأقول أن الشعب السوري ليس إرهابيا وليس كله مع بشار الأسد ولا حتى ربعه ليس مع بشار الأسد الذي يقوم بقصف المدن لا يستحق أن يكون رئيسا لدولة من يقوم بقتل الأطفال واقتصاب النساء بأمر منه مباشر لقواته وللشبيحة وللأمن هذا لا يستحق أن يكون رئيسا ولا يستحق أن يوقع على هدنة وليس هو من يعفي أو يعفي عن السجناء يجب الشعب السوري أن يعفي عنه إذا كان فعلا يستحق ذلك على ما أظن لن تكون هناك هدنة ولن يكون هناك وقف الإطلاق إنار لأن الجيش السوري لن يتوقف عن عملياته ضد المدنيين دكتور يازن إذا كان الأمر كما يوصفه السيد معتز حتى لو نجحت هذه الهدنة ما الاستفادة منها إن لم تطلق ضربة كف كما يقال خلال هذه الأيام الأربعة وانتهت يوم الأسنين إذن ما الذي سيتحقق؟ هل سيجلس الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار؟ النظام يقول بأنه يرفض الإرهابيين المعارضة تقول بأنها لن تجلس مع نظام يعني برقبته كل هذا الكم من الدماء أنا توقعاتي من الهدنة كثير محدودة الهدنة برأيي الشخصي ببساطة لن تنجح لأنها مرتبطة بموضوع التسليح عندما يقف التسليح يقف العمل المسلح وبعدها تلجأ جميع الأطراف المتحاولة إلى الطاولة أنا يهمني جدا جدا التعليق على ما قاله السيد ممتاز هذا ما يخيف الشعب السوري فعلا يخيف الشعب السوري الليبرالي بأغلبيته من خطاب المعارضة السورية الذي هو خطاب غريب جدا عندما تتهم المعارضة السورية الحكومة السورية بالتفجيرات حكومة السورية كانت سياسيا عليها الكثير الكثير من المآخذ على مدى أربع عقود أنا لا أدعم المسار السياسي ولكن الشعب السوري نعم بالأمان لمدة أربع عقود بين الزمن الآن هناك التفجيرات عندما تتهم المعارضة الحكومة السورية بهكذا مؤامرة كبيرة على الشعب وتفجيرات هنا وهناك ولا تعترف بأن هناك إرهاب ولا تعترف أن هناك تفجيرات هذا ما يخيف الشعب السوري ولكن المعارضة كانت سلمية طوال أشهر سبع الأولى ووجهت بالقتل والتعنيف هذا كان توجه إعلامي اسمح لي كل مرة يحط الأصبع أو يتوجه الاتهام للإعلام كيف هو اتهام إعلامي أنا أعطيك حقائق منذ بداية الأزمة في الأحداث التي كانت في درعة كان هناك رواية سورية حكومية تقول بأن هناك كان مندسون وبدأت كلمة مندسون تصبح كلمة فكاهية على أساس أنها هي كلمة جاءت بها الحكومة السورية من بدعة فيما بعد هناك كان تقرير المراقبون العرب والذي هو تقرير أغلق عنه الأنوار تماما ولم يعطيه أنتباه بعد منها جاءت صحافة عالمية مثل ديرش بيغل عندما تحدثوا عن اغتيال وقتل المئات من السوريين يعني أريد العودة إلى الوراء لأن الوقت يدهمنا في هذه الحلقة بأختي سنجح هناك عمل مسلح منذ البداية هناك أرهاب منذ البداية كنا نتمنى دائما إلى حد الآن أن تكون المعارضة السورية ذات خطاب سياسي واضح نحن نرفض الإرهاب ولكن نريد الإصلاح السياسي عندها الشعب السوري سيؤامن بوجود معارضة سياسية وسيحتكم إلى مواقفها الآن عندما نسمع أن المعارضة السياسية هي قادرة على التحكم بالجيش الحر فلماذا لا يتحكمون بالتفجيرات التي تحدث هل الشعب السوري فعلا سيصدق بأن الحكومة السورية هي من تقوم بالتفجيرات الشعب السوري شبئة من هذا الكلام هل يصدق الشعب السوري أن 33 ألفا قتلوا فقط هؤلاء قتلوا خلال حوادث سير في سوريا 33 ألف قتلوا أكثر من مئة ألف مهجر أكثر من مليون شخص مهجر داخل البلد هذه مأساة إنسانية في سوريا بسأل من الخطأ القاء اللائمة على جهة وحدة من المهم جدا نذكر نقطة كانت هناك عليها تعتيم إعلامي عندما حدث الاستفتاء على الدستور أكثر من 56% من الشعب السوري دخل في الاستفتاء هذا لا يعني أنهم صوتوا بنعم أو لا سنعود إلى قضية الأرقام في وقت لاحق ولكن سيد عذب الطيب الطاهر هل الهدنة مقدمة لأي تدابير أخرى لها علاقة بتسويات قيد البحث الآن؟ إذا نجحت الهدنة وهذا ما قاله الأخذ الإبراهيمي في تصريحاتي في القاهرة وربما قبل ذلك في غير عاصمة عربية الهدنة تشكل إذا نجحت وأنا شخصيا متشكك كثيرا في مدى نجاح هذه الهدنة إذا نجحت ونفتد أنها نجحت ستكون بداية لفتح الأبواب نحو بلورة أشكال أو شكل من الهدنة الأكثر ديمومة والأكثر سيرورة ومن ثم بلورة نوع من الحوار تشارك في أطراف إقليمية ودولية خاصة ضمن إطار اللجنة الرباعية التي مشكلة من مصر والسعودية وإيران وتركيا وإنكات السعودية لديها بعض تحفظات وهما تجلى في عدم مشاركتها في اجتماعاتها التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية ومن هنا المرء يصيبه نوع من الفطور تجاه هذه الهدنة أنها وسط ما طرحته النظام السوري من شروط تعجزية وأنا أنظر إليها باعتبارها تنصف الهدنة قبل وقوعها ذكرنا ذلك سيد عزب الطيب ولكن أريد أن أستفيد منك هل هناك شعور داخل الجامعة العربية بأن هناك أي ضوابط إقليمية ودولية من أجل فرض هذه الهدنة على الأطراف كافة في سوريا بالضبط هناك داخل الجامعة العربية هناك اتصالات بالفعل ليس مجرد مشاعر أو شيء من هذا القبيل هناك اتصالات مع أطراف إقليمية وربما شاركت فيها مصر مع الطرف الإيراني وهناك اتصالات أيضا مع الطرف الروسي وإلى حد ما مع الصين لمحاوات إقناع النظام بأن يقبل هذه الهدنة حتى تكون خطوة أو مقدمة لخطوات أكثر فاعلية على الأرض في المرحلة القادمة شكرا لك السيد عزب الطيب الطاهر محرر الشؤون العربية في جريدة الأهرام ويبقى معي ديوفي للجزء المقبل من هذه الحلقة فاصل قصير نواصل بعده الحوار في برنامج أجندة مفتوحة اشتركوا في القناة موقعنا على هاتفك بي بي سي أرابيك دوت كوم سلاش موبايل أحييكم مجددا مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة اليوم برنامج أجندة مفتوحة قبل أن نواصل الحوار نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس بعض مواقف الأطراف المعنية من مسألة إمداد المعارضة السورية بالأسلحة إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من تحمل مسؤولياتها تجاه سوريا فلن يكون أمام المجتمع الدولي إلا أن يقبل بحق السوريين في الدفاع عن أنسهم ما يحدث في سوريا مؤسف جدا نحن نقوم بقدر المستطاع لدعم المعارضة السورية لكن يجب أن نكون واثقين من الذين ندعمهم وأن نتأكد أنهم لن ينقلبوا ضدنا أنا واثق أن أيام الأسد أصبحت معدودة لكننا لا نسق بأن تسليح المعارضة سيكون حلا آمنا في المستقبل سوريا هي حليفة إيران الوحيدة في العالم العربي وطريقها لتسليح حزب الله الذي يهدد حليفتنا إسرائيل أولا إن إنزالة الأسد أولوية مهمة لنا ثانية من المهم أن نرى حكومة بديلة في سوريا ثالثا لا نريد أن نتدخل عسكريا أو ننجر إلى نزاع عسكري والطريق الصحيح هو العمل مع شركائنا لتحديد مجموعات في الداخل وتنظيمها ومدها بالأسلحة والتأكد من عدم وقوع هذه الأسلحة بيد جماعات قد تستخدمها ضدنا أو ضد حلفائنا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور وليد فارس المحاضر في كلية الدفاع الوطني الأمريكي ومستشار المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي كما ينضم إلينا من روسيا أيضا عبر الهاتف السيد ليونيد سوكيانين أستاذ العلاقات الدورية في المدرسة العلية للاقتصاد في موسكو دكتور وليد أبدأ معك يعني مواشنطن موقفة من هذه الهدنة حذر أو مشكك فلنقل طيب لماذا أيدت هذه الهدنة هل هو شراء للوقت فقط من أجل الوصول إلى الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية والانتهاء منها يعني بالضبط واشنطن اليوم أكانت الإدارة إدارة الرئيس أوباما من ناحية أو الحملة الانتخابية للمرشح رومني الاثنين يعرفان تماما أنهم غير قادرين في المرحلة الحالية قبل الانتخابات قبل يوم الانتخابات وحتى أسابيع بعض الانتخابات أي كان المنتصر من أن يكون لديهم موقف استراتيجي واضح مع خطة تفصيلية واضحة لذلك الموقف المبدئي هو ضرورة ذهاب قيادة الأسد هذا موقف مبدئي يتفق عليه الاثنين الموقف العملي أن لا تكون هناك عمليات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ضمن الأطلسي كما كان الوضع في ليبيا الموقف الثالث أن يجري تسليح المعارضة ولكن فقط العناصر التي يمكن التعاطي معها التعرف إليها والنقطة الأخيرة هي أن يكون ذلك عبر حلفاء في المنطقة من عرب وأتراك وغيرهم طيب يانس تمعنا إلى مترومني المرشح الجمهوري وهو يقول بضرورة استشارة الحلفاء ومنهم إسرائيل حول تسليح المعارضة هل أمن إسرائيل ومصالح إسرائيل هي السبب الرئيسي مقابل عدم تسليح المعارضة بأسلحة طقيلة؟ لا ليس هو السبب الرئيسي ولكن كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية أيا كان رئيسه ديمقراطي أم جمهوري أم مستقل هم ملتزمين بالتحالف مع دولة إسرائيل هذا معروف يقولون ذلك سيد مترومني أو حتى الرئيس أوباما يقولون أنه يجب أن نتشاور مع الإسرائيليين فيما يتعلق بأي فريق يجب أن يسلح كلا ينقلب هذا الفريق فيما بعد على ما يمكن أن يكون اتفاقية سلام أو الحفظ على الأمن في المنطقة ولكن الأهم من ذلك هو ليس إسرائيل هو تركيا والأردن والدول العربية لأنه هي التي سوف تكون اللاعب الأساسي وليس إسرائيل في هذا الموضوع سيد ممتاز اليوم نسمع عن أن المعارضة تمتلك سلاحا متطورا ومنه ستنجر وغيره ما الذي يمنع المعارضة تنكر ذلك ما الذي يمنع أن تتسلح المعارضة بأسلحة نوعية مثل ستنجر على سبيل المثال هل هناك أي آلية دولية للضبط نوع تسليح المعارضة وما هو موقف تركيا لا أظن أن المعارضة تنكر أن لديها أسلحة لكن أشيء الجيش السوري الحر نفع حصول المعارضة نفع حصوله من الدول أنا أقول لك لديه أسلحة ولكن من أمريكا أو من تركيا نحن نتحدث عن أسلحة نوعية تعلق بالصدريخ جو أرد وستنجر أسلحة اغتنمها من الجيش الأسدي وقد رأيناها عبر الفضائيات أنهم أكثر من مستودع وأكثر من فوج تم الاستيلاء عليه وحصلوا حتى على سام سبعة نحن نتحدث عن ستنجر يعني الجيش النظامي ليس لديه ستنجر ستنجر لا يوجد الجيش الحر لا يوجد عنده ستنجر ستنجر هذا من بداعات الروس وزير الدفاع الروسية ونائبة وقالها رئيس الأركان قال أن هناك صواريخ ستنجر الموجود عند الجيش السوري الحر صواريخ سام سبعة وهي روسية الصنع وكل الصواريخ الأخرى الموجودة والتي تم إسقاط طائرات من خلال هذه الصواريخ هي سام سبعة وهي موجودة عند الجيش السوري وقد اغتنموها من المستودعات الموجودة لجيش السوري أنا أقول لك الجيش السوري الحر لم يحصل على طلقة واحدة لا من أمريكا ولا من تركيا ولا من السعودية ولا من القطع سيد ممتاز سؤالي كان لك بالتحديد لماذا لا يستطيع الحصول على هذه الأسلحة هل هناك آلية مراقبة دولية تمنع عليه الحصول طبعا لا يستطيع الجيش الحر شراء الأسلحة لا من أمريكا ولا من تركيا ولا من السعودية ولا من قطر ولا من أي دولة أخرى الجيش الحر حتى هذه اللحظة أقولها صراحة محاصر حتى من الدول التي تقول أنها مؤيدة لهذا الجيش أو مؤيدة للشعب السوري ضد بشار الأسد تركيا التي تقول في كل مرة يجب على الأسد أن يتنحى وأمريكا نفس الحديث يتحدثون فيها لم يقدموا طلقة واحدة كل ما هو موجود الآن بين يدي جيش الحر من مستودعات الجيش السوري التي استولوا عليها يعني الجيش الحري الجيش السوري الحر يقاتل منذ تسعة عشر شهر لا ليس تسعة عشر تسعة أشهر لنقول فقط بالأسلحة التي يقتنمها وكل هذه التقارير التي تصدر في نيويورك تايمز عن تسليح الجيش السوري الحر كل هذه التقارير خاطئة وما نرى من لا أقول خاطئة هناك تقارير من بعض الجرائد والمجلات الأوروبية والغربية لأسباب دعائية لانتخابات معينة لضرب مصداقية المعارضة هناك من يشترى أيضا من هؤلاء الصحفيين هناك من يبيع ذمته هناك الكثير من التقارير المضللة التي خرجها أنا أقول الجيش السوري الحر عنده أسلحة متطورة ولكن لم يستلم شيء لا من أمريكا ولا من غير أمريكا نبحث عن طرق لتطبيق تدابير لمنع وصول هذا النوع من الأسلحة إلى أيدي خاطئة لم ينكر وجود هذا النوع من الأسلحة أو إرسال هذا النوع من الأسلحة بل تحدث عن آلية من أجل ضبط وصول أنواع من الأسلحة تحدثوا وأيضا وزير الخارجية المملكة العربية السعودية قال يجب تسليح ولكن لم نحصل على شيء سيد ليونيد سوكيانين مصادر روسية وبالتحديد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال نيكولاي ماكوروف تحدث عن تزود المعارضة بصواريخ أرض جو أمريكيا واشنطن نفت ذلك لماذا المزاعم الروسية؟ وبصراحة الكون يجب توجيه هذا السؤال الرئيس أركان الحرب للجيش الروسي لا أعرف المصادر الذي يعتند عليها المسؤول الروسي في الإدلانة لهذه التصريحات ولكن أنا أتصور أنه المسؤول العسكري الروسي لديه بعد ما يدين أو ما يثبت الصحة مثل هذه التصريحات لا أتصور الهدف الرئيسي وسبب مثل هذه التصريحات إذا لم يكن أي سبب أي شيء ما يثبت الصحة مثل هذه التصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي سيد ليونيد أيضا يتحدث عن أن روسيا لا تصدر إلى سوريا أي شيء ممنوع بموجب القرارات الدولية أي آليات دولية تحكم اليوم تصدير أسلحة من دولة إلى دولة أخرى هناك الاتفاقيات المعقودة بين دولتين بين السلطتين الأمر الذي لا يخالف على أحكام القانون الدولي شكليا هذه اتفاقيات معقودة ولكن ما هي آليات الرقابة اليوم طبعا بصراحة إذا كان القرار في يدي فعلقت التنفيذ مثل هذه الاتفاقيات من بداية النزاع المسلح الداخلي في سوريا الذي يشبه الحرب الأهلي في سوريا ولكن للمساسات الرسمية الروسية السلطوية ربما موقف آخر بنسبة لتمديد النظام السوري بالأسلحة ولكن روسيا دائما تصر على أن هذه الأسلحة ليست الهجومية ولكن الأسلحة دفاعية ولكن هذا القضية لي المؤمن للأجهزة المختصة وكذلك للمخابرات وأنا لا أعرف التفاصيل في هذا الأمر ولكن هذا ليست القضية الأساسية بالنسبة للأزمة السورية إذا كانت المعارضة في حاجة للأسلحة فهناك الكنوات العديدة لتمديد المعارضة بالأسلحة عن طريق التركيا وعن طريق غيرها من الدول وروسيا لا تستطيع أن تعمل ذلك إذا كانت روسيا ترغب في تمديد النظام كذلك عندها الإمكانيات والطرق والكنوات المختلفة لذلك القضية تكمن في النزاع بين النظام وبين المعارضة وعدم الرغبة ونقص الإرادة الثنائية من طرفين للوقف لإطلاق النار والانتهاء من هذا النزاع وتبادل الضربات العسكرية والعنف بدلا من التبادل المبادرات السلمية الرامية نحو الإيجاد الصيغة المتفق عليها للوقف العنف والانتقال إلى التفاوض دعني أنتقل إلى سيد شادي أحمد سيد شادي النظام يطالب بمراقبات ومنع الأسلحة التي تصل إلى المعارضة ولكن من يراقب النظام والأسلحة التي تصل إليه اليوم الحقيقة توجد آلية لهذا الموضوع أولا اتفاقيات شراء الأسلحة هي اتفاقيات دولية تخضع الاتفاقية بين دولتين بمعنى هي أمر سياد بين هاتين الدولتين الآلية الوحيدة الموجودة في العالم لجميع ما يتعلق بتجارة السلاح في العالم هو أنه إذا فرض مجلس الأمن الدولي قرارا بحضر تصدير السلاح إلى بلد معين تلتزم فيه جميع الدول العالم وتوضع آلية لهذه المراقبة أما الاتفاقيات الثنائية هذا الأمر ليس موجود في أي بلد من بلد العالم نحن عام 2005 حسب المصادر الروسية نتحدث وكأننا نعيش بعالم مثالي هناك تهريب الأسلحة هناك إمداد الأسلحة هناك ما يتم الحديث عنه عن مساعدة إيران للنظام السوري عن مساعدة حزب الله للنظام السوري يعني كله ليس من ضمن القنوات القانونية الطبيعية أحيانا يتهموننا بأننا نحن نزود حزب الله بالسلاح والمقاتلين وعند تنقلب الآية نصب حزب الله والذي هو يزود السوري بالسلاح والمقاتلين يردون ضرب سوريا لأنها ممر الأسلحة والآن يدرون ضربها لأنها مستقر الأسلحة أنا أتكلم عن عالم مثالي أقول لك أن تجارة السلاح في جميع أنحاء العالم على الأطلاق ليست تجارة مضبوطة على الأطلاق لا يوجد إلا حالة وحيدة عندما تقوم منظمة الممم المتحدة وفق قرار مجلس أمن بفرض هذه الآلية كما قلت لك نحن وفق مصادر روسية وليس مصادر سورية وقعنا اتفاقية عام 2005 مع الجانب الروسي بصفقة شراء أسلحة تبلغ 5.5 مليار دولار لم ينفذ منها تقريبا سوى مليار بمعنى أن هناك توريدات مستمرة ولم يوقع أي اتفاق بعد عام 2005 بمعنى من عام 2005 حتى الآن التوريدات مستمرة بموجب الاتفاقية بذلك الشأن وكما أقول لك هذه المصادر الروسية وليست سورية إذن هي تخدع لآلية مراقبة بالأمس عندما قام أردوغان بإنزال الطائرة السورية وقال بأن بها أسلحة وطالبه كل العالم أن ورجنا الأسلحة اللي نزلتها لم نشاهد أي شيء بهذا الموضوع لأن حتى آلية نقل الأسلحة تقضع لضمانات توجيسية هذه الضمانات تتيح إيصالها بالشكل المضمون وهي طبيعا ذات طبيعة دفاعية أنت تذكرين عندما قامت إيران بطلب صواريخ 300 من روسيا رفضت روسيا أعطاء هذه الصاريخ وألغت الصفقة لأنها وجدت أن ذلك منافي للقوانين الروسية ولم يتم تنفيذ ذلك عن رغم أن هناك تعاون استراتيجي عسكري بين إيران وروسيا بهذا الموضوع ولكن مسألة تهريب السلاح عفوا منك الثانية فقط مسألة تهريب السلاح الموجودة الآن للجماعات المسلحة وأستغبت قبل قليل تلك الكوميديا للتحدث بأن المجموعات المسلحة تأخذ أسلحتها من الجيش السوري وكأننا نقدمها لك نحن أنا متيقن تماما بغض النظر عن توريدات السلاح ومن يمول شراء هذا السلاح وكيف وصل السلاح الأول الذي حصل بها السلاح الثاني الأمر الأكيد أنه حتى الآن لم تستطع المجموعات المسلحة تحقيق الانتصار في أي معركة خضتها بالأمستال وحرروا دي مشارك ولحد الآن لم يستطع النظام الحسم سيد ممتاز سليمان لديك راد نعم طبعا النظام السوري منذ اليوم الأول استعمل العنف واستعمل القتل لمدة سنة كاملة بعد منها بدأت المعارضة بحمل السلاح للدفاع عن نفسها نعم بعد تسعة أشهر بعد تسعة أشهر بدأت المعارضة تسلح نفسها عندما انشق المقدم هرموش الشهيد وبعد منها صار هناك جيش حر تسلح نفسها من أين أقولها مرة أخرى من استودعات جيش النظامي وهناك نصر على الأرض والكل يعرف فليقم النظام ويحتل مدينة حلب مرة أخرى إذا كان يستطيع سيد وليد فارس رمني لمح في بعض الأحيان إلى أن أمداد المعارضة بالأسلحة الثقيلة سيجعلنا أكثر أمانا على المدى البعيد هذه الكلمة الذي استخدمها هل هذا التوجه حقيقي لديه أم أنه مجرد الاستهلاك الانتخابي في الوقت الراعين لا دون شك في مواجهة انتخابية يجب أن يوضح ما هي سياسته المستقبلية ولكن لا يعني أنه هذه التفاصيل هي نفسها التي سوف تكون لديه على مكتبه إذا انتخب رئيسا دعني أعود إلى الوراء لدقيقة واحدة لأن المسألة الضبابية ومعقدة في موضوع السلاح ومهمة كي يفهم الرأي العام العربي بشكل عام الطرفين يقولين سوريا النظام يعني والمعارضة أنهم لا يحصلون على أسلحة أكانت المعارضة ولا سوريا لا تحصل إلا على الأسلحة الشرعية هناك واقع وأنا أقول ذلك من موقع تحليلي وليس من موقع سياسي واشنطن بشكل عام حتى الآن تقول أنها لم ترسل أسلحة مباشرة من خزاناتها وترساناتها إلى المعارضة السورية وهذا شيء حقيقي وواقع ولكن هناك وقائع على الأرض أي أن المعارضة نحن لا ندري من في المعارضة يعني ممكن إذا جيش سوري الحر قال أنا لم أحصل على شيء لا نعرف ولكن هناك جماعات في سوريا حصلت على أسلحة مثلا من ليبيا سفينة الانتصار التي أرست في تركيا وعبر هذه الحدود إلى سوريا من شمال لبنان ولكن هذه الجماعات التي تحصل على الأسلحة بعد سنة من مواجهات يعني هي تحصل على هذه الأسلحة لأنها تواجه جيش نظامي كبير جدا وهذا الجيش النظامي للقيادة السورية هو بوضع تحالف استراتيجي مع إيران ومع حزب الله يعني هو لا يحتاج إلى كلاشنيكوف وبي سابن ما يحتاج إليه النظام السوري هو دعم استراتيجي شامل إذا قامت تركيا بعمل ضدها عندها تتدخل إيران هذا هو التوازن في الحصول على الأسلحة في المنطقة أما القيادة الأمريكية أكانت الرئيس أوباما أو إذا جاء الرئيس الأخر ولكن كانت هناك تصريحات لقائد الحرس السوري وشهدنا في إيران أيضا تظاهرات ترفع وتحدد المبالغ الضخمة التي تدخها إيران في الداخل السوري من أجل دعم النظام السوري هل هذه كل فبركات أعلامية أصبحت اليوم؟ لا لا ما يحصل عليه النظام السوري من حلفائه الاستراتيجيين الطبيعيين واضح هو عمل من حزب الله أي يحركون ناطقين بالعربية لأنه الناطقين بالفارسية يصعب عليهم العمل داخل سوريا مع أنه موجودين ولكن حزب الله واضح أنه له وجود وهذا الوجود هو في قوات خاصة وعمل عسكري مشترك مع القوات الخاصة السورية مفهوم الدعم الإيراني النظام الإيراني للنظام السوري هو دعم استراتيجي استخباراتي إذا كانت هناك تقنيات تكنولوجية لا يمكن لسوريا أن تحصل عليها يعطيها إياها النظام الإيراني وهناك طبعا المجال الجو العراقي الذي يستعمله البازدران من إيران إلى سوريا إذن لا يمكن التهرب من هذه الوقاعة المعارضة تحاول أن تحصل قدر ما يمكن على أسلحة من أي مكان ولكن ليس بعد من الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري له تحالف استراتيجي يسمح له في مطلق الأحوال أن يحصل على كل ما يريد ولكنه لا يحصل حتى الآن على أطنان من الزخائر لأنه لدي هذه القوة حاليا في مخاذنه دكتور يازن كان لديكت علي فضل يعني هو الموضوع ببساطة هل هناك تسليح من الخارج أم ليس هناك تسليح من الخارج هل هي فعلا أسلحة سيطرة عليها المتمردون من زخائر الجيش السوري أم لا الدول الخليجية وتركيا وبذات دول الخليج يعني السعودي وقطر صرحوا صرحوا بشكل واضح أنهم يسلحون المعارضة وأنهم يرهنون مبالغ كيف صرحوا يعني قالوا بأنه يجب تسليح المعارضة ولكن أعطيني تصريح واحد بشكل واضح وصريح يقولون بأنهم سلحوا المعارضة يعني هم من المؤكد لن يصدروا برنامج عملهم وكيف يهربون الأسلحة والطرق والوسائل يرسلون هذا المبدأ ينطبق على النظام السوري ودعم إيران وحزب الله وروسيا للنظام السوري أيضا من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية حتى في البيت الأمريكي هناك تضارب غريب جدا في تصريحاتهم يعني من ناحية هم يقولون بأنهم يمولون بالمال والدعم اللوجستي والاستخباراتي وهذا ما صرحت به الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى لو سمعتني المناظرة السالسة منذ سلاس أيام الرئيس أوباما يقول نحن دعمنا وصول الأسلحة ولكن ليست الأسلحة السقيلة فكانت اعتباراته من ناحية الأسلحة السقيلة لا يريدون وصول الأسلحة السقيلة إلى الأياد الخطأ وأنا بالتصور الشخصي الولايات المتحدة لن تسلح المسلحين في سوريا بأسلحة سقيلة لأنهم رأوا ماذا قد تفعل هذه الجماعات بهذه الأسلحة يعني رأينا منذ أسبوعين ما حدث على الحدود التركية عندما حدث الهجوم على القرية التركية وهو على الأغلب كان حسب القراءات العالمية كان على الأغلب جماعات المسلحة داخل سوريا هاجمت القرية التركية لتوتير المنطقة وجذب تدخل من النيتو هم يعرفون جيدا أن هذه الجماعات ليس لها برنامج سياسي لا تتبع معارضة سياسية ذات رؤية معينة ليست منظمة تحت مظلة عالمية قادرة على الالتزام بمعاهدات دولية يعني اليوم هاجموا تركيا اليوم الثاني قد يهاجمون الأمريكان وقد يهاجمون دول أخرى في المنطقة تعتبرها الولايات المتحدة هي شريكها الأول في المنطقة كما دائما يقولون الشيء المهم جدا هي تقارير البي بي سي نفسها ذكرتها يعني الأسلحة والصناديق السعودية التي ذكرها تقرير صحفيان محترمان جدا من البي بي سي نفسها ولكن هذا الموضوع بالتحديد هذا الموضوع فقط لتوطيح هذه الفكرة هذا الموضوع بالتحديد البي بي سي ذكرت بأنها رأت صناديق عليها ما كان يؤشر بأنها تأتي من أوكرانيا للسعودية ولكن هناك سوق صوداء هذا لا يعني بأن السعودية هي من زودت المعارضة بهذه الأسلحة يقال خلال الحرب اللبنانية بأنهم وجدوا أسلحة إسرائيلية مع حزب الله هذا لا يعني بأن إسرائيل هي من باعته هذه الأسلحة لو كنت تريدين أن تبحث عن التبريرات أو لو كنا نريد أن نقول هذه هي السوق الصوداء من الصعب التصديق أن هناك سوق صوداء موجودة الآن في السعودية وإن كان هناك سوق صوداء تسهلها السعودية للمتمردين ففعلا هذا الدعم بطريقة أو بأخرى يعني إن كانت هي التي ترسل الأسلحة أم تسمح للمتمردين بشراء الأسلحة فهي يعني يعني دكتور يزان أنت تعرف بأن هناك سوق صوداء للأسلحة كبيرة ومنتشرة في العالم يعني على كل الأخوال كيف هي صندوق مؤمن؟ أنا أريد أن أسألك يعني كيف يكون صندوق مؤمن من أوكرانيا وعليه طبعا أنها مرسلة ونحن نعلم يعني كنا نتحدث عن التأمينات اللوجستية لإرسال الأسلحة في الوقت يدهمني دكتور يزان سيد ممتاز هناك ما يقول بأنه يتم إمداد المعارضة بالسلاح من أجل إطالة أمد النزاع وليس من أجل الحسم على كل أحوال سوريا تدمرت فليرتاح الجميع إن كانت إسرائيل أو كانت أمريكا أو كان النظام السوري أو كانت إيران أو حزب الله سوريا اليوم 70% مدمرة بكل مدنها المدن الرئيسية في سوريا تدمرت هناك خمس مليون مشرد هناك مليون وسبعمائة ألف منزل مهدم يعني إذا كان المجتمع الدولي وهذه وصمة عار على جبيل المجتمع الدولي منذ اليوم الأول لم يتدخل لإنهاء هذه المسألة النظام السوري بشار الأسد أخذ الدرس من أبيه من الثمانينات يجب أن تقتل وتقمع لكي لا يأحد يرفع رأسه لم يفهم أن هناك يجب أن يكون حوار سياسي لكن هناك نقطة واحدة يجب أن يفهمها الجميع إن كان المجتمع الدولي أو الدول العربية أو غيرها الشعب السوري تجاوز كل شيء الشعب السوري اليوم سوف ينتصر على هذا النظام وسيكون النصر فعلا للشعب دكتور يازان عشرين سنة عشرين سنة اليوم رويترز تقول بأن المتمردون والجماعات المسلحة يعتبرون مدينة حلب المدينة العظيمة يعتبرونها مدينة موالية للنظام ولذلك يهاجمونها بإجمالها كمدينة كاملة رويترز دهمنا على الوقت شكرا لكم في نهاية الحلقة نشكر ضيوفنا من دمشق المحلل السياسي شادي أحمد ومن واشنطن الدكتور وليد فارس المحاضر في كلية الدفاع الوطني الأمريكية ومستشار المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي كما نشكر هنا في الستوديو السيد ممتاز سليمان عضو اللجنة الإعلامية في الاتلاف الوطني لدعم ثورة السورية والدكتور يازن عبدالله الناشط السياسي السوري المقيم في لندن كما أشكر أيضا من القاهرة كان معنا بالجزء الأول السيد عزب الطيب الطاهر محرر الشؤون العربية في جريدة الأهرام ومن موسكو ليونيت سوكيانن أستاذ العلاقات الدولية وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا في دباسيل وإلى اللقاء اشتركوا في القناة